تم بقصر بيان عصر اليوم مراسم التوقية على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية طاجكستان الصديقة وهي كما يلي أولا اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الكويتية كونا ووكالة الأنباء الطاجكية الوطنية خاور ووقعها عن وكالة الأنباء الكويتية كونا معالي السيد عبدالله علي عبدالله لحية وزير الخارجية وعن جمهورية طاجكستان معالي السيد سراج الدين مهر الدين وزير الخارجية ثانيا مذكرة تفاهم في مجال التدريب البدني والرياضة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجكستان ووقعها عن حكومة دولة الكويت معالي السيد عبدالرحمن ابداح عبدالرحمن لمطيري وزير الإعلام ووزير الثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب وعن حكومة جمهورية طاجكستان معالي السيد سراج الدين مهر الدين وزير الخارجية ثالثا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجكستان ووقعها عن حكومة دولة الكويت معالي السيد خليفة عبدالله ضاح العجيل العسكر وزير التجارة والصناعة وعن حكومة جمهورية طاجكستان معالي السيد سراج الدين مهر الدين وزير الخارجية رابعا برنامج تنفيذي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجكستان للتعاون في المجال السياحي للأعوام 2024-2026 ووقعها عن حكومة دولة الكويت معالي السيد عبدالرحمن ابداح عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب وعن حكومة جمهورية طاجكستان معالي السيد كمال الدين مؤمن زاد رئيس لجنة التنمية السياحية